ازايكم عاملين يا ربكم بخير هنتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لبرج الجدي خلال شهر مارس لعام عشرين اتنين وعشرين مبدئيا برج الجدي عندنا الاسبوع الثالث هيكون مهم جدا جدا لان عندنا فيه ثلاث ايام هيكونوا مميزين رائعين هديين رائعين جدا جدا لنا فعليا لكن في ايام مش افضل حاجة بمعنى ان هنكلم على الايام اللي هي فيها ضغوط هنكلم عنها بشكل حزر اكتر واكلمكم على الايام الايجابية وثم هتكلم على الوضع المهني بشكل عام الوضع العاطفي بشكل عام طيب بالنسبة برج الجدي اليوم اللي هو يوم 14 يوم 15 الامر موجود في برج الاسد وده ماذا يعني لك يعني خلافات عائلية خلافات مهنية خلي بالك كتير ان انت تسبب غير مهنية او خلي بالك ان انت تعمل خلافات ما بينك وما بين اصدقاء العمل خلي بالك كتير من ان انت تعمل انتقاد لحد وده يؤثر سلبيا عليك ان يعمل فيه قطيعة او يعمل فيه مشاكل فده اليومين اللي لازم تخلي بالك جدا جدا فيهم من المعاملة مع الوضع المهني مع اصدقائك في العمل النقطة التانية التصرع فيه القرارات المهنية من حيث ان انت تتصرع في امضة تتصرع في ورق انك تتصرف من تلقاء نفسك يعني معاك صلاحية ان انت تتخذ قرار ما في امر مهني كان بها معاكش صلاحية ان انت تتخذ قرار ما في امر مهني يبقى خلي بالك فحاول جدا جدا ان انت ما تتصرعش بعقود بامضة باوراق بكلام انت ملكش صلة بيه او دخلي بيه يا برج الجدي لان هيجي عليك سؤال ليه تصرفت من نفسك خلي بالك كتير على فكرة انا عارفة كويس او انا بقول لكم ايه من ناحية النطاق الفلكي طيب برج الجدي اذا ده الوضع المهني جدا في خلال اليومين دول في خلال يوم 14 و 15 بس لكن صراحة الامر انت عندك بقى يوم يعني يوم 16 17 18 رائعين والحظ بيكون حليفة جدا جدا وعندك كتير من الدعم وعندك كتير من القوة والخروج من المشاكل والخروج من الازمات عدة افراح بتكون متواجدة لك خلال اليوم بالاخص في الاطار الخاص باي مشكلة بيحصل فيها انفراجات لكن كمان من حيث الامور اللي ليه علاقة بعلاقتك مع الاخرين سواء برضو اصدقاء عمل او الحبيب او الاهلة بيحصل فيه توطيد علاقات وروابط اكتر وبتقدر ان انت تحل مشاكل كتيرة موجودة بالفعل عندك طيب برج الجدي ده شكل الايام الافضل والايام اللي مش افضل شوية لكن خليني اتكلم على الوضع المهني كمجمل عام لأيام الاسبوع بشكل كامل لحد يوم 21 انت بالنسبالك يا برج الجدي عندك في الوضع المهني طبعا كتير بعترض موجود في برج الحود وده بيأثر كتير عليك جدا ومازالت الشمس موجودة في برج الحود فده بيأثر كتير على ان يحصل فيه توطيد في العلاقات المهنية المهنية اللي هتخلي بالك من يوم 13 و14 انها هتكون متأثلة سلبيا تمام لكن غير كده الوضع بالنسبالك ايجابي كتير عندك عروض مهنية متميزة جدا يمكن عروض مهنية بتأتي لك من احد الاصدقاء وبالنسبالك هيكون فيه مصالحات مع اصدقاء العمل فهيكون فيه اجواء قادر اقول ان فيه مصالحات لو فيه مشاكل قانونية في الشأن المهني برضو بتتحل بالنسبة عالية جدا جدا طيب برج الجادي فإذا الوضع المهني عروض مهنية من أحد الأصدقاء أجواء مهنية كتير جيدة جدا وفيه تمييزات مهنية قوية فيه وصول لمنصب عالي جدا فيه أن أنت بتلتقي بأخبار صارة في الشأن المهني فيه أن أنت بتتصالح مع أصدقاء العمل فيه أن مشاكل مهنية بتتحل بقدر عالي جدا طيب ده من ناحية الوضع المهني يزايد أنه فيه عروض متبيزة وعروض داخلية وخارجية سواء داخلية يعني من نفس بلدك ونفس مجالك أما خارجية خارج مجالك وخارج بلدك طيب بالنسبة يا برج الجادي فيه الأجواء اللي ليها علاقة بالشأن المالي الوضع المالي بالنسبة لك هيكون فيه مكاسب مالية فيه فلوس جاية لك حلوة نتيجة عمل والنتيجة كمان أمور تخص ميراس أو هبة من الأهل النقطة التانية أنه هيكون فيه مصاريف كتير بالنسبة لك يعني متطلبات واحتياجات ومطالب أن أنت تحوش مبلغ معين عشان فيه حاجة معينة أنت بتنفذها أو هتعملها فبتدور كتير على أن أنت أشيل فلوس عشان أشتري كذا أشيل فلوس عشان أعمل كذا دي أكتر حاجة موجودة بالنسبة لك برج الجادي من الأمور العاطفية الوضع العاطفي بالنسبة لك أولا أنت هيكون عندك فيه جذبية كتير قوية وأن أنت بتكون عندك علاقاتك قوية جدا ومتينة كتير بالآخرين يعني بتشوف حد تبقى صاحبه أصحاب من أول مرة وعندك تحويل علاقات صداقة لعلاقات عاطفية بتبدأ الوضع العاطفي للناس اللي هم مش مرتبطين بتوطيد علاقات أو أن أنت عندك علاقة صداقة تتحول لعلاقة عاطفية فيه إنجزاب حلو جدا جدا علاقة صداقة زمان بترجع بشكل مختلف يعني بترجع بشكل خاصة على نطاق عاطفي أكتر فعندك الأجواء دي كتير موجودة يا برج الجادي وبقدر عالي جدا الوضع العاطفي إذن لناس اللي مش مرتبطين فيه ارتباط للناس اللي هم مرتبطين بالفعل فيه مواليد ونسبة عالية جدا جدا من مواليد فيه نسبة عالية من تصحيح علاقات وتصليح علاقات وإن هتلاقي إن الحبيب بيدعمك جدا والحبيب بيحبك قوي عندك تحديد موعد لحاجة يعني ممكن يكون للناس اللي مش مرتبطين تحديد موعد لخطوة أو تحديد موعد لزواج على فكرة لكن بالنسبة اللي متجوزين ممكن يكون تحديد موعد لولادة ممكن يكون تحديد موعد لفرحة لسفر لانطلاقة لأمر جيد لهدية بتقدم لك فإذا عندك في فرحة قادمة الشريك بيدعمك جدا جدا بيها يا برج الجدي خاصة الشريك ده لو كان من أبراج هوائية أو أبراج ترابية زيك طيب بالنسبة كمان ومن الأبراج النارية برج القوس وبرج الحمل جدا طيب وبرج العقرب طيب بالنسبة كمان ليه برج الجدي للناس المنفصلين أنا كل ده بتكلم في خلال الأسبوع ده الناس المنفصلين من برج الجدي عندك كتير من محاولات رجوع وبالفعل بتكون قادر جتير على أن لو أنت عايز ترجع الحبيب بتقدر أنك ترجعه وبالأخص في الفترة اللي هي يوم 16 17 18 عندك ده جدا عندك اللي هو فيه نسبة رجوع عالية جدا أن أنت عقلت الأمر فيه أن أنت ترجع برج الجدي أنت بالنسبة لك عندك كمان طريقة الفكر بالنسبة لك ليه علاقة بيه أن أنا عايز أطور عايز أبقى أحسن عايز أبقى أفضل عايز أن أنا أحقق عايز أن أنا أنجز عايز أن أنا أعمل حاجة كتير متميزة فإنت بتدور كتير على مصلحتك بتدور كتير على الإزدهار بتدور كتير على أن أنت تعمل حاجة تأثر في اللي قدامك صح إنك تفتخر بنفسك صح بتحاول أن أنت تعيد مراكب كانت وقفة يعني تسير مراكب كانت وقفة عندك مشروع كان كامل لا بتحركه عندك أن أنت بتتجه ليه سعي أكتر إلى وضع أفضل إلى نجاحات أنت بالفعل بتحاول كتير أنك تدور على نجاح بتدور كتير على أمر إيجابي يعني يتكتب لك فإنت فكرك نشيط بتدور كتير على كسب مالي بتدور كتير على نجاح مهني بتدور كتير على اسم بتدور كتير على مركز بتدور كتير على قوة الوضع الصحي بالنسبالك خلال الأسبوع الثالث بتجي قريء أو بتسعى إلى مراحل استشفاء يعني ممكن تكون بتاخد فيتامينات ممكن تكون بتحاول أن أنت تهتم بنظام أكلك بتهتم بنظام بشرتك عندك اهتمام كتير بالشكل أو الشأن الصحي زائد كمان أنك أنت بتسعى كتير أن أنت تهتم ببشرتك أو تهتم بشعرك يعني بتهتم بالمظهر الجسدي أو المظهر الصحي بتدور كتير على النقطة دي أما بالنسبة لي الوضع العائلي عندك روابط عائلية وعلاقات عائلية بتكون وطيدة جدا جدا وبيزداد العلاقات أكثر ممكن يكون في حضور مناسبات أو لقاءات أو تجمعات في العائلة بالنسبة لك أو علاقات اجتماعية وده بيخليك أن أنت تبقى كتير فيه انبساط مبسوط أكتر أو سعيد أكتر بالجو ده يا برج الجدي برج الجدي كمان هيكون عندك أشخاص أولا أنت عندك أخبار مفرحة ولكن هيكون فيه أشخاص هيكونوا عايزين يفرحوكم بحاجة أو يدعموكم بحاجة أنتوا هتكونوا محبوبين كتير بس في الظل أنتوا هتكونوا محبوبين كتير فيه أشخاص متعقبين لأموركم جدا جدا فلازم تخلي بالك كويس أوي خاصة يوم 14 ويوم 15 من أن يكون فيه أشخاص يديقوكم بالكلام أو يتربصوا ليكم بالكلام بالنسبة لك كمان أنت عندك فيه تعامل خاص بعقود أو أوراق مهمة يعني فيه عقد ما بينك وما بين حد أو شراكة أو جودة موجود خلال الفترة دي أو كاتب كتاب يعني فيه حاجة متعلقة بعقود اتفاق قرارات مهمة جدا بيتو اتخذ خلال هذا الأسبوع عما تم برج الجدي أنا بتمنى كتير أني أكون فيتكم وبتمنى لكم أسبوع سعيد أسبوع لذيذ عليكم إن شاء الله ما تنسوش اللعك وشير الأشراك في قناة تفعيل الجرس سلام